اشتركوا في القناة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمعاصفات العالمية ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبريات البطولات العالمية في مختلف الألعاب خاصة مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو برج العرب شمالاً على سواحل البحر المتوسط أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلاً عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها وفي هذا السياق تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تمثل صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصلاة مغطى ومجمعات متكاملة لكافة الألعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية ومنشآت طبية وخدمية وفندقية مع بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية في برج العرب وكذلك مخطط تطوير كل من مدينة مرابط للخيول ومحطة الزهراء للخيول العربية وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئة استاد القاهرة وذلك بهدف تأهيل وتحديث مختلف المنشآت الرياضية الملحقة بها وقد وجه السيد الرئيس بالأسرع في استكمال شبكة الطرق داخل المحيط الجغرافي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية وربطها بالمحاور المرورية المحيطة وكذلك إقامة كباري مشاه علوية لتفادي الازدحام المروري ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والطرفيهي لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية اشتركوا في القناة